فين يوم يعلقوا نهارة 2 أو 3 على 7 أكتوبر وأول حاجة في رأيي يلزم التركيز عليها مع كل معناها الحزن والقهر كي نشوفوا تصاور هذوما في علاقة بالمدنيين الهدف الإسرائيلي الرئيسي هو إحداث حالم الترويع والصدمة النفسية ناتجة على الصدمة النفسية اللي تلقبها هما في 7 أكتوبر وحالة الجنون والارتباك الكبيرة اللي ممكن مش ينتظروا كي ما قال اليوم حسن نصر الله قاعدوا حاتش للساعات الأولى بتاع الصباح وهما مزلوا مش عارفين كيف يشوفوا أصلا حتى دعوات النجدة اللي جاية من المستوطنات من قبل المستوطنين إسرائيليين للجيش الاحتلال ما تمش الاستجابة عليها بشكل فوري قاعدوا يستنعوا ساعات الهدف هو الترويع متصاور هذية وقتل أكتر ما يمكن معدد المدنيين الأطفال ونساء لكن بعد بشهر أنا من الجمش ما ركزش على موازين القوى والأهمية على الميدان للحرب هذية الخطر في الأخر هي حرب وما هو عسكري هو مهم جدا في تطورات الحرب هذية وأفاقها والأهداف متاحها كل حرب مريم عندها أهداف ما فهميش حتى حد يعمل حرب يكونش المجنون بدون ما يكون عنده هدف والهدف عادة هو هدف سياسي الهدف متاح حماس كان متعدد الأبعاد هدف الولاني هو طبعا استئناف موضوع الأسرة كان عندهم ثلاثة أو أربعة أسرة من الجيش الاحتلال ما توصلوش حتى تشايف المفاوضات من 2014 توا وقروا بشي ياخدوا عدد أكبر من الأسرة بهدف تصفير أو تبييض السجون السهيونية من الأسرة ليوصل عددهم أكثر من 6000 إسير فلسطيني هذي الهدف الأول لكن تطورات العملية ما عادش ممكن إخفاءا يعني حماس وقوى المقاومة في غزة كان عندهم سقف وثم كيدخلوا للميدان وفي العملية نفسها اكتشفوا إلي الهوان متاع الطرف الأخر وعدم جاهزيته أدى لتوسع العملية توسع العملية خليها أكثر أهمية أكثر خطورة بالمعنى الأثر متاحة على جيش الاحتلال في العمق الاستيطاني العسكري لجنوب فلسطين المحتلة أنه قدروا أنه يتوغلوا ويمتدوا ويخليوا واحدة من أهم الفرق العسكرية المدرعة الإسرائيلية فرقة غزة اللي عندها أهمية خاصة في جيش الاحتلال غير قادرة على المواجهة تنهزم في ظرف ساعات أمام أكثر بقليل من ألف مقاتل الهدف الثاني دونكولا إبراز القدرة على التوغل في عمق فلسطين المحتلة بشكل غير مسبوق يزلنا نقوله منذ ألف وتسعمائة وثمانية واربعين لم يحدث توغل عربي عسكري في جنوب فلسطين المحتلة بهذه الأهمية وبهذا العمق النقطة الثالثة والهدف الثالث للمقاومة من عملية سبعة أكتوبر هو بكل تأكيد وقف مسار التطبيع في المنطقة وطبعا جيت بعد أسبوعين من الحديث المفتوح والغير مسبوق وبدون أي خجل من أهم دولة عربية على مستوى اقتصادي في المنطقة وعندها رمزيتها الدينية اللي هي العربية السعودية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عمل مداخلة شهيرة في قناة فوكس نيوز حوار شهير قال فيه لأول مرة أقرة لهما على أبواب إقامة تطبيع مع إسرائيل الهدف الرابع هو عملية استباقية لعملية كان يتم تحضير لها من جيش الاحتلال منذ سنوات في تار استراتيجية عسكرية إسرائيلية جديدة لمواجهة المقاومة وقال صالح العروري اللي نعتبره هو العقل السياسي لعملية سبعة أكتوبر اللي هو نائب رئيس المكتب السياسي لحماس ومقيم الآن في بيروت وهو موجود في عملية التنسيق متع محور المقاومة قال هدف هو استباق تلك العملية في المقابل ما هي الأهداف السياسية للجيش الاحتلال المقابل أربعة هدف هذه اللي كنت نحكي فيها اللي هي أهداف تم تحقيق جزء كبير منها التطبيع تم تعليقه في أقل الحالات التوغل في العمق الاستيطاني والعسكري تم مسيح ما عاشتش بتفسخ رغبة القيادات الإسرائيلية في فسخ سبعة أكتوبر غير واقية غير ممكن ما عاشت إلا إذا كان عندك آلة متع زمن للرجوع ما عندكش إمكانية مش تفسخ ريسا مسألة الأسرة جاية جاية ما عندهمش تو هما تقولوا تبادل الأسرة ولا تلاقي الأسرة اللي هما 200 واش 240 إسرائيلي وإنكم بري من حملة معانتها الجنسية المزدوجة بدون قيدة وشرط هدف غير واقعي مايش مش تطلق المقاومة أي شخص بدون عملية تبادل مش تصير عملية تبادل العملية الاستباقية فشلت موضوع المفاجأة موضوع رئيسي في الحرب المفاجأة هي تحسب 50% من مسار المعركة تقول معاش فممكانية للجيش الاحتلال ويعني مفاجأة كل الخطوات الإسرائيلية هي خطوات متوقعة ومعلومة تقول نرجع عن بعد الحسن مصران لليانو حب يحافظ على موضوع المفاجأة بمسلمين الغموض المقتتف الجيش الاحتلال الأهداف اللي حتى لكلها غير وركعية وقعدوا مضطربين بين القضاء على حماس حماس كحركة سياسية ممتدة وكفكرة لا يمكن القضاء عليها وقالوه الأمريكان وقالوهولهم الأمريكان بشكل خاص هذا هدف غير ممكن وقالوه حتى في العلن قالوا يعني ما تعملوش وما تردوش الفعل كما احنا عملنا مع أفغانستان وبعد 11 سبتمبر وفي العراق يعني نبهوهم من هذا وفي الأخر بعد ما تم نقاش الموضوع هذي في الكواليس خاصة في غرفة التنسيق الأمريكية والإسرائيلية وهذا بتسريبات نيويورك تايمز والولستريت جورنل والتترا في الأخر ولا الهدف بشكل علني جابوا من رف الخطة العسكرية القديمة متاع التهجير ولا الخطة العسكرية هدفها التأجير بالأساساً وفي الأخر ما تنجمش تقضي على حماس بدون تهجير لكن حتى الخطة هذي خطة مش فقط غير ممكنة التحقيق بل حتى حلفائهم معنيين مش يكونوا خصومهم الرئيس المصري معناتها على فتاح السيسي وصل لعمل المؤتمر خاص لوقف موضوع التهجير مزالوا مصرين بعد المؤتمر هذيك ومزالوا شدين الصحيح ويكيليكس مزالت كيسربت اللي وزارة الاستخبارات الإسرائيلية مزالت توبرك الأسبوع الأخير هذي عاودوا حتى مسألة التهجير كمنتهى منتع الخطة العسكرية لكن كي يبدأ عندك أهداف غير ممكنة التحقيق فأنت معني بالضرورة بالهزيمة لأنه الناس تحكي شنية الحروب اللي ما نوعها ذايا الحروب الغير متوازية الأي سيمتريك هذي بين طرف أقوى على مستوى المتسلح أو طرف أضعف هو قدرة حماس على البقاء في قطاع غزة هو هزيمة الطرف الإسرائيل يعني كنت تحط هدف غير قابل التحقيق في الأخر كي بش نرجع لنفس الوضعية حماس مش فقط باقية بل هي تتحكم في الوضع في قطاع غزة الخط الأحمر اللي أعلنها لحصن نصر الله هو هدايا اليوم فإنه في اللخر أنت حققت أهداف غير إذن بعد بشهر الخلاص بعد بشهر من العملية العسكرية بعد بشهر ثلاثمائة تلف جندي من جيش الاحتلال ينتظروا ومن تردين وقتش مش يدخلوا وما رأي يدخلوا من الشمال وما رأي يدخلوا من الشرق في اللخر حتى حد حتى هدف من الأهداف الإسرائيلية ما هو بصدد التحقيق في المقاء إلا باستثناء قتل عدد كبير من المدنيين باستثناء أنه جانب ليخر جانب المقامة هو أحقق جزء كبير من أهدافه هذا اللي يزم في رأي الراكت زواري هذا اللي يزمنا نفهمه ونحلوه حتى في مواقفنا أحنا كدولة وكتونس ما نشتر